مخيم حفصة خلف تماماً كانت هنا المدرسة التي تحوي عشرات الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في هذه المنطقة تحديداً هنا مخيم الذي كان يؤوي مئات العوائل من النازحين من ريف حماس شمالي والشرقي بالإضافة إلى ريف إدلب الشرقي نتيجة النزوح خلال الحملات الماضية من قبل قوات النظام وروسيا على هذه المنطقة هنا كانت ألاف العائلات تسكن ولكن بسبب القصف الهستيري من قبل الطائرات المروحية والطائرات الروسية والحربية نزح هؤلاء السكان إلى مناطق أخرى في شمال إدلب وتركوا هذه المباني أو الخيام أو الغرف التي كانوا يسكنون بها خاوية على عروشها هؤلاء السكان الذين كانوا يسكنون هنا تعرضوا للنزوح أكثر من مرة فقد نزحوا من مناطق ريف حما الشرقي وثم الشمالي وثم ريف إدلب الشرقي وثم ريف إدلب الجنوبي وثم أتوا إلى هذه المنطقة وثم نزحوا عشرات المرات أدى نزوحهم من هذه المناطق إلى مناطق أخرى لا نعلم أين هم الآن كل هذا بسبب حمالات قوات النظام وروسيا الهمجية والهستيرية بالطائرات وبالحوايا المتفجرة بالإضافة إلى قزائف المدفعية التي تستهدف هذه المنطقة هذا المخيم تحديدا تعرض للقصف أكثر من مرة ولكن سكانه أبو النزوح ولكن أمام الهجم الشرسة وعشرات البراميل والحوايا والصواريخ التي باتت تنهال على رؤوسهم اضطروا لترك هذه المنطقة والنزوح من جديد معزل عباس شبكة بلدي